اتفضلوا ايه رأيكم في المفاجأة دي ما تبصلي كده ليه وعاهد الله ما كنت تعرف ده لكنت عايز أجندها اتريها هي صاحبة المحل ليك حق تتحكي ما هي ملعوبة صراحة ايه عم دالي ايه حكيتك معاي حكيتي انا خلصت يا سلم حكيتكن انتو الجديدة راح تبلش مع سارة داني انا فخورة جدا بشغلك الفطلة اللي فاتت ولولا ان الوقت قدامك دايق ولازم تروح مكان جديد لكنت عملتلك احتفال يليق بمجودك الروحى بتمنى لك التوفيق من كلها وانا كمان بتمنى لك التوفيق سارة ترجمة نانسي قنقر تساكت ليه يا عمر بسمع مش من عادتك تفضل ساكت ما هو ما حدش بيفضل على حاله مستغرب ولا مصدوم لا دي ولا دي امه لا ايه مش مصدق صدق زي ما لازم تصدقوا ان سارة اللي كنتوا تعرفوها حاجة وصارة اللي حتعرفوها حاجة تانية خالص ايه تتحولي ولا ايه ما بحبش حد يتكلم غير لما قوله تكلم شوفوا بقى انا طريقتي في التعامل مختلفة تماما عن طريق الداني معايا حيبقى في سيستم جديد في التعامل والمقابلات وبتسليم المعلومات حتى المقابل المادي وده طبعا ليهموكم ده برضو حيبقى مختلف يعني انا مثلا ممكن ادفع اكتر من اللي اتفق عليه داني لو المعلومة عجبتني بس في المقابل زي ما بحب ادفع بحب ااخد وزي ما في مكافأ في عقاب وانا عقاب شديد لو حسيت ان فيه تأثير او اهمال واتمنى ان محدش فيكو يضطريني اعاقب ومن النهاردة كلامي حيبقى مع كل حد فيكو لوحده عشان من النهاردة كل واحد فيكو حيشتغل لوحده وممنوع اي حد فيكو يعرف التاني عن طبيعة شغله او المهمة اللي مكلفا بيها واضح؟ اي اسئلة؟ وانا اقدر اسفر يمت استنى برا يا سلم سمات دلوقتي اقدر اخد رحتي معاك عمر انت متعرفش غلوتك عندي ادي ايه؟ بسمتك ده كلام اصدقه مكانش ينفع اي حد يعرف انا مين مهما كان قريب منه مش فاهمك عشان لسه متعرفنيش كويس وانت اني واحدة فيهم بالزبط صارة اللي بتساعد العرب ولا صارة اللي عايز اجيب اجل للعرب انا صارة اللي بتساعد العرب عشان تحميهم من نفسهم مهما وهي ترى انا ايه بالنسبالك بقى؟ عمر المصر اللي بتحميه من نفسه؟ ولا عمر اللي عاوزتها؟ انت من القليين جداً اللي صارة بتخاف علينا عاوزك تاخد بالك من نفسك اللي حواليك وبالزاد سالم سالم؟ ايوه سالم سالم بغير منك عشان كده فصلتوكوا عن بعض عشان ما يعرفش انت بتروح فين؟ ولا بتعمل اين؟ ممكن اسألك سؤال واحد بس الجوابي يعني بصراحة اكيد وانت من اول ثانية قابلتيني فيها كنت تعرفي عني كل حاجة يعني موضوع ان انا شبه اخوك يوسف ده اي كلامة؟ في الحقيقة انا ما عنديش اخ اسمه يوسف كل الناس تعرف ان ليه اخ اسمه يوسف وعالورق حتلاقي اسمه عشان لو حت تدور ورايا حيلاقي ان الحتو ده صح شوفي عمر انا ما بسبش حاجة للظروف كل خطوة بعملها لازم تكون مدروسة بفكر خمسين سنة القدام حتا لو ما كنتش عايشه ويا طربة انا كنت من ضمن خطواتك المدروسة دي اه انت قلتلي اسألك سؤال واحد بس وكده بقوا سؤالي معقولة لغاية دلوقتي ما تعرفش حقيقة مشاعري ناحيتك بس لا ما كناش في السفور كنت وردك احساسي جهاجة لسه قدامنا الوقت كتير يلا دلوقتي عشان السيكوريتي مستنيك برا حينزلك الباركنج في عربية متزراك تروح بيها الحتة اللي انت عايزها وعايزك تتصرف طبيعي خالص والشركة والمركز اجيلك عادي اه عادي خالص بس اللي مش عادي انك عرفت انا مين وما فيش مخلوق غيرك لازم يعرف انا مين في حاجة؟ ما ردتيش عليها هو نقدر اسفر امتى مستعجل ليه؟ ما تستعجلش عمر عارة خالصة عيدة خالصة هيا اللو عهمت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة